ثلاثة نعم إن شاء الله طيب إن شاء الله اللي يعني حاطوا في بالي نخلصوا وما نجادلش فيه طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السورة بحد ذاتها فيها جدال على تسميتها كما تعلمون السور في القرآن لها عدة أسماء قد لا يختصر الاسم على اسم واحد إنما قد تسمى بعدة أسماء كسورة الفاتحة هي لها أكثر من اسم أم الكتاب الشافية الواقية وغيرها مثلا سورة الإسراء بني إسرائيل وهكذا يعني العديد من السور تحمل عددا من الأسماء وهذه الأسماء بناء على ما تتضمن من موضوعات كسورة المجادلة سورة المجادلة بفتح الدال أو المجادلة بكسر الدال أو قد سمع لأن أول كلمة فيها قد سمع والجزء سبحان الله أيضا نسميه نحن في الكتاتيب وفي التحفيظ جزء قد سمع إشارة إلى هذا الجزء كامل والاسم الرابع الظهار لأنها تطرقت إلى موضوع الظهار بالتفصيل الكامل وكيفية التعامل معه وما كفارت هذا الحكم والذي لربما الآن لا يستخدم بذلك يعني كما كان في عادة العرب أيام نزول القرآن أولها المجادلة بالدال بكسر الدال هذه المجادلة من الذي يجادل اسم فاعل والتاء التأنيث فأن الذي يجادل هو إمرأة تمام وهذه الإمرأة هي صحابية من الصحابيات رضي الله عنها وعن سائر الصحابة أجمعين اسمها خولة بنت ثعلبة أو خولة بنت خويل ابن بنت أو ابن ثعلبة أو اسم آخر خويلة من تصغير خولة كما ورد في اسمها والأسماء تعرفون يعني ليس العبرة في الاسم بقدر ما هو العبرة في أن هذه السورة نزلت بسبب هذه الحادثة التي هي تحدثت بها مع النبي صلى الله عليه وسلم طيب هذه المجادلة يعني التي تجادل التي تناقش التي تعرض مشكلة وتريد أن تثبت حجيتها في ذلك طيب المجادلة بفتح الدال من الجدال وهو مصدر الفعل جادلة طيب شو معنى مصدر دخلناه يا شيخ يعني بالقصص اللغة بتعميقاتها المصدر باشي بسيط يعني لما نحكي هذا هذه الكلمة مصدر مصدر هو معنى حدث يعني يوضح الحدث لكن هذا الحدث غير متعلق بزمن يعني ايش الزمن احنا عندنا الزمن اما ماضي اما حاضر اما مستقبل فلما نحكي مصدر هو ينفي عن هذه الكلمة الزمن ما لها علاقة في الزمن يعني تتحدث عن الحدث الا وهو الجدال فلما نقول المجادلة يعني حدث الجدال حدث الجدال فكأن السورة تتحدث عن ذلك الحدث إذن المجادلة تتحدث عن تلك الامرأة التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم والمجادلة هي تتحدث عن حدث الجدال تمام هذا الفرق ما بين المجادلة والمجادلة هذا بالنسبة لأسماء السورة إذن أربع مسميات المجادلة المجادلة قد سمع الظهر أين نزلت هذه السورة نزلت في المدينة المنورة فهي سورة مدنية لأن آياتها آياتها نزلت بعد الهجرة ليس لأنها نزلت في المدينة لما نقول مدنية ذاكرين التفريق رأي الجمهور مدنية يعني أن آياتها نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولما نقول مكية آياتها نزلت قبل الهجرة ولو نزلت في غير مكة وهذه المدنية نزلت بعد الهجرة ولو نزلت في غير المدينة فهي التفريق هذا ما بين الهجرة وما بعدها فهي مدنية وهناك يعني في ترتيب السور متى نزلت قبل هذه السورة وبعد هذه السورة لكن لا يصح شيء من جهة الإسناد في هذا الجانب من باب الأمانة العلمية أنها نزلت بعد سورة المنافقين وقبل سورة التحريم هكذا ذكر المفسرون نزلت بعد سورة المنافقين وكأن لها علاقة الجدال له علاقة بشيء من النفاق أحيانا وبعدها سورة التحريم أيضا تعرض كأن أن الجدال ليس محرم لما تحرم لأن بداية سورة التحريم إيش لما تحرم فليس كل الجدال محرم تمام لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فالجدال أحيانا بحاجة أن تجادل حتى تثبت الحجة وتبرهم فالسورة إذن هي أتت بين سورتين أيضا عظيمتين في كتاب الله سبحانه وتعالى أما بالنسبة إذا انتقلنا إلى موضوعات السورة ماذا تطرقت السورة إلى موضوعات أحيانا المفسرون يحاولون أن يضعوا للسورة موضوعا واحدا وهذا الأمر أحيانا يعني فيه تكلف يعني بشعر أنه أنه لا السورة ما بزبط لها بس موضوع واحد موضوع واحد لكل السورة كأنك أنت عم بتلوي عنق الآيات حتى تحطها في هذا الموضوع وما المانع أن يكون السورة أكثر من موضوع تتحدث عنه ولا بس لأنه اسم السورة المجادلة فأنت بتحاول تحط كل الآيات تحت هذا الإطار لربما بعض السور نعم سور كل الآيات تراها تتحدث عن موضوع التكاثر لما تتحدث عن سورة الإخلاص مثلا تتحدث عن موضوع واحد لا غيره ألا وهو الإخلاص تتحدث عن العصر تتحدث عن الوقت ما في أمر آخر له علاقة بغير الوقت لكن المجادلة تحدثت عن أربع موضوع ليس لها علاقة وطيدة لها علاقة مشتركة لكن ليس لها علاقة وطيدة ببعضها الموضوع الأول هو موضوع فقهي له علاقة بالظهار وهو اسم من أسماء هذه السورة والذي يعني هو سبب المجادلة والمجادلة التي حصلت كانت بسبب هذا الحكم الشرعي الظهار والموضوع الثاني عن ضلالات المنافقين وعن نجواهم وعن موالاتهم لليهود وأنهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون فتعرضت لصفات المنافقين وكأن زي ما حكنا لكم أنها نزلت بعد المنافقين كأن المنافقين يجادلون أحيانا بالباطل فهي تعرضت إلى هذا الجانب والموضوع الثالث تتعرض إلى الآداب المتعلقة بمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية يا الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا في هذه الآية تعرض للآداب المتعلقة بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم والموضوع الرابع الحديث عن الصفة عن الفئة المؤمنة كما تحدثت الآيات عن الفئة المنافقة تحدثت عن المؤمنين في مجافاتهم لليهود والمشركين وأن الله ورسوله وحزبهما هم الغالبون ومن هو حزب الله حسب الآيات في هذا الموضع وفي سورة المائدة تحدثت أيضا عن حزب الله وتعريف هذا الوصف للفئة المؤمنة إذن أربع مواضيع وإن شاء الله نقدر الله في العمر أن نغطي هذه المواضيع الأربعة بإذنه سبحانه وتعالى لأن ننتقل إلى موضوع سبب نزول سبب النزول لهذه السورة سنتطرق له بالتفصيل في القصة الواردة في كتب السنن لكن اليوم سنشارك معكم اللي هي مقدمة نزول هذه السورة ودائما لا يعني مش دائما لازم يكون في سبب نزول للسورة مش دائما يعني مش لازم يكون في سبب نزول لسورة الحشر مثلا أو سورة الصف قد يكون هناك سبب نزول لبعض آيات هذه السورة لكن أحيانا السورة كاملة ليس لها سبب نزول أحيانا يجتهد المفسرون في أن ينسبوا سببا من خلال تفسير الآيات ووقع الآيات لكن ليس لزاما الآن سبب النزول في هذه السورة هناك سببين مختلف بين المفسرين لكن هناك سبب واضح لا جدالة فيه أنه هو هذا السبب أما السبب الثاني فالحديث فيه يعني ضعيف ولا يتسق مع نسق الآيات نبدأ بالنزول السبب النزول الأول وهو النزول الذي كان واضحا حديث روته عائشة رضي الله عنها في البخاري كتاب التوحيد النساء بن ماجا بن أبي حاتم بن جرير يعني هذا ورد في كل هذه الأسانيد المثبتة قالت عائشة رضي الله عنها تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خول بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه ويخفى علي بعضه شوف كم كان صوت خول خفي إلى درجة أن عائشة رضي الله عنها لم تستطع أحيانا صار يعني زي ما بيحقولها تقطيع في كلام بيصلها وكلام ما بيصلها لكن تبارك الله الذي أوعى كل شيء سمعه فهو يسمع كل شيء كما يعني يذكر بعض العارفين يقول يسمع دبيبة النملة الصماء السوداء على صخرة الصماء في الليلة الظلماء يعني يسمع إلى تلك الدرجة وأدق منها سبحانه وتعالى قال وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إذن من هذا يعني من هذه الجملة أن النساء تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا إشي يعني هم مش يعني ملائكة إن النسوان ما بيشتكن يعني لا بيشتكن فإحدى هذه النساء الصحبيات أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشكوى فما فيش مانع ما في حرج أن تشتكي المرأة مش من أجل الشكوى بقدر من أن تجد حلا واضح فهي أشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تجد حلا فتقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك قالت فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قالت وزوجها أوس ابن الصامت أوس ابن الصامت هذا أخوه لصحابي معروف عبادة ابن الصامت وأيضا هناك قريب لهم أنس ابن الصامت فأوس ابن الصامت هذا كان زوج خولة أو خويلة وكانت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه العبارات التي توضح أنها في يعني آخر العمر في عمر كبير من السن لم يعد ذلك الاحترام المتبادل من قبل زوجها إلى ما تعبت وضح وكدت وإلى غير ذلك والآن يعني لا أجد يعني كلمة حلوة زيما فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزل قول الله سبحانه وتعالى ليرفع من شأن هذه المرأة ويرفع من شأن كل امرأة تشتكي كما اشتكت خولة رضي الله عنه هذا السبب الواضح الصريح الذي لا لبس فيه أنه سبب لنزول هذه الآية وكان عمر بن الخطاب حينما يرى هذه الصحابية يقف معها ويطول وقوفه يطول فسألوه ذات يوم وهو خليفة في ذلك الزمان وعنده مشاغل وعنده اهتمامات وفتوحات وإلى غير ذلك يعني بتطول محة كثير هي عجوز وكبرت وإلى غير ذلك يعني وانت عندك مهام كثيرة فماذا قال قال هذه التي نزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيام يعني لها كرام مش زي أي صحابي أخرى لها كرام وقدر عند الله سبحانه وتعالى فنقف معها إجلالا لما نزل بها من عند الله سبحانه وتعالى أما السبب الثاني وهو سبب ضعيف لكن نرويه من باب ما دار بين المفسرين حول سبب نزول هذه الآية وهو متعلق بالصحابي سلمة بن صخر وما ما حصل من سلمة بن صخر أنه ظاهر من امرأته ثم يعني أصبح هناك وقع بينهما قبل أن يكفر بعد هذه الواقع التي حصلت يعني أرجعها إلى عصمته قبل أن يكفر عن الظهار فنزلت هذه الآيات بذلك بناء على قول هؤلاء المفسرين لكن الأمر أنه ليس له علاقة بعيدة كل البعد عن سبب النزول الأول وهو السبب الصحيح الواضح الصليح الآن بعد هذه المقدمة سنشارك معكم تفسير الآية الأولى من هذه السورة ثم نقف إن شاء الله لأي سؤال أو استفسار أو ما شاء قال تعالى قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سمع بصير الألفاظ التي سأقف عليها قد سمع تجادلك وتحاوركما ما الفرق بين الجدال والمحاورة تشتكي الزيادة في التاء تشكي وتشتكي أيضا الله الله إلى الله والله لفظين جلالة كان ينبغي مثلا أو لا نقول ينبغي كان من المحتمل أن يكون هناك ضمير وهو لماذا كان والله وليس وهو مع أن الاثنين صحيحين لكن ما العبرة إلى الله والله يسمع تحاوركما أولا نقف مع قد سمع قد حرف يفيد التحقيق أو التشكيك بناء على الفعل الذي بعده يفيد التحقيق يعني أن الأمر قد تحقق إذا كان بعده فعل ماضي يعني قد إجا بعدها فعل ماضي حصل في الزمن الماضي معنى ذلك أن الأمر قد حصل لا لبس فيه ولا شك فيه فهي حرف يفيد التحقيق إذا كان بعدها فعل ماضي وإذا كان بعدها فعل مضارع فإنها تفيد التشكيك الاحتمالية حصل أو ما حصل لو قلنا قد يسمع الله إذن السمع لربما حصل لربما لم يحصل وهذا لا يليق في جناب الله سبحانه وتعالى لا يليق أبل تمام ف الفعل أتى هنا في صيغة الماضي ليفيد التحقيق أي أن الله قد سمع ما لم تسمعه عائشة رضي الله طب أحيانا في القرآن يأتي فعل مضارع فعل مضارع بعد قد ويفيد التحقيق هذا سؤال بدكوا أنتوا تبحثوا عن الموضع وتفسير الموضع قد وإيجا بعدها فعل مضارع ويفيد التحقيق كيف هاي ما بعرف تبحثوا عنه تمام قد سمع الله قول التي شوف بعدين ما قال قد سمع الله مجادلة الزوجة وهي تشتكي إلى الله أو مجادلة زوجة إنما قال قول القول التي تلفظت به قد سمعه يعني التركيز على الألفاظ التي خرجت من في تلك الصحابية رضي الله 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 قد سمع من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى الآن تجادلك وتحاوركما وهنا هي تجادل ما قال تجادلكما سمع قول التي تجادلك بعدها قال والله يسمع تحاوركما الحوار ما الفرق بين المجادلة والمحاورة سؤال لكم الآن نفتح المجال للإجابة إذا في عندكم أي شيء حابين نضيفوه ما الفرق بين المجادلة والمحاورة فلان يحاور فلان يجادل فأخذ بعطي فأخذوا بعطي أوكي يجادل في خلاف الرأي فيكون الجدال يعني واحد يريد يعطي الثاني فكرة تبعه يعني مش راضي أنه يكتنع بالفكرة تبع مضع إثبات هم هم الاثنين الاثنين بيأدوا لنفس الغرض لكن واحد أخص من الثاني يعني نقول كل كذا كذا وليس كل كذا كذا هيك رح نصل في النتيجة المحاورة طبعا إجاباتكم كلها تصب في المعنى الذي تفضلتم به المحاورة هو مجاوبة بين طرفين أو أكثر فيكون أخذ وعطى تمام يعني تسأل بجاوب بتحكي فكرة بحكي فكرة لكن لا يريد أحد مننا أن يثبت رأيه زيارة عمل أو زيارة بيت رحت زور مريض إلى آخر يصار كلام هذا كله حوار هذا كله حوار وين رحت وين يجيت وين كذا إلى آخر فلا يصل إلى درجة أن أني أريد أن أثبت رأيه بدك تثبت رأيك بدك تجيب حجة حجج برهان حتى هذا الإدعاء الذي عندك تثبته أنه هو صحيح فهذا اسمه كله ما دام هناك ليس هناك حجج تريد إعطائها لإثبات رأيك فهذا كله في إطار الحوار فالحوار يكون عام أيها حوار يكون عام هو المظلة العامة لكن إذا تحول الحوار إلى أن يثبت طرف وجهة نظره هنا ننتقل إلى الجدال وهو أخص من الحوار فنقول كل جدال حوار وليس كل حوار جدال واضحة حمد إذن الله سمع قولة التي تجادل وبعدها سمع تحاوركما إذن من التي كانت تثبت وجهة النظر خولة ومن الذي كان يحاورها في وجهة نظرها الرسول صلى الله وآله وآله إذن الرسول لم يجادل في تلك القضية ليش لأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر فهي أتت بأمر ادعاء ينبغي هذا الادعاء أن تثبته بأمر على أرض الواقع ولأنها كانت في بيتها ولا يوجد عندها ولد كيف بدأت تثبت هذا الادعاء فالله سبحانه وتعالى أثبت ذلك الادعاء من فوق سبع سنوات واضح إذن تجادلك ما قال تجادلكما الاثنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معهم في البيت حتى والآن تحاوركما سأل وأعطى كما سنبين في تفاصيل القصة الوالدة في سبب النزول الكامل قال وتشتكي إلى الله وتشتكي لأنها في صياغ لماذا اشتكت هي فعليا إلى النبي هي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبين له ما حصل وتدعي هذا الادعاء وقالت اللهم إني أشكو إليك ما مر به حتى يعني يأتيها الجواب على ذلك فالآن تشتكي وتشكي دائما الزيادة في المبنى زيادة في المعنى هذه قاعدة في اللغة تشكي هي نفس فعل تشكي لكن التاء الزائدة هذه تبين المبالغة في الشكوى يعني أنها في حالة بائسة مما مرت به في تلك الفترة فهي تشتكي التاء الزائدة هذه توضح كم كانت حالتها النفسية والمعنوية التي أدت بها إلى أن تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتشكو ذلك إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم قال وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما شوفوا هون كيف قارنوا قارنوا هذا مع والله وتشتكي إلى الله وهو يسمع تحاوركما أيهما أكثر وقعا في النفس حينما يأتي لفظ الجلالة مرتين ولا لما يأتي مرة ويعوض عنه بهو الفيس بريزيدنت لما يجي البرزيدنت نفسه ولا النائب لأنه هو يشير عن الله سبحانه وتعالى لكن حينما يقول والله يسمع تحاوركما هذا يؤكد ويربي في النفس عظمة الله سبحانه وتعالى حينما قال تشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ثم ختم الآية إن الله سميع بصير اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى تشير إليه أسماء حسنة سميع يسمع ويبصر وما قال أشار إلى البصر بالرؤية لأن البصر هو أن ترى ما وراء الأشياء نقول فلان لديه بصيرة شو يعني بصيرة يعني يرى ما وراء الأشياء يرى ما وراء الشيء الظاهر ما وراء يرى ما وراء الكلمات هذا إنسان بصير فالله بتلك المرأة بتلك المرأة في بيتها قبل أن تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشكي وبصير أيضا بما سيترتب بعد تلك الشكوى بأنه سينزل كلام من عنده سبحانه وتعالى يشد عضد هذه المرأة والصحابية المظلومة هذا ما كنا نريد المشاركة إليه وأن نقدمه لكم في أول لقاء إن شاء الله إن شاء الله الجميع ما يكون عنده جدال هس على اختيار السورة وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعل اجتماعا هذا اجتماعا مرحومة واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصومة ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محرومة اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا فإنك علينا قادر ألطف بنا